في الجزء الثاني من كورس المصطلحات الطبية المستوى الأول هنتكلم عن القلب والأوعية الدموية القلب والأوعية الدموية بيكونوا جهاز اسمه الجهاز الدوري أو الجهاز القلبي الوعائي فبيبقى اسمه Circulatory System الجهاز الدوري أو Cardiovascular System الجهاز القلبي الوعائي الأول بس حابب أأكد أن الفيديو عبارة عن جزئين جزء حفظ وجزء فيه الجزء الحفظي زي ما أنا بشرح كده بطريقة الوايت بورد أنيميشن هوضح اسمه مكونات وأعضاء الجهاز الدوري بالعربي والإنجليزي والطريقة دي بتساعدنا جدا أننا نحفظهم والجزء الثاني هو الجزء الفيه وهيكون على برنامج 3D نفهم منه الحاجات اللي حفظناها ويلا نبدأ بيتكون الجهاز الدوري من القلب واللي اسمه Heart والقواية الدموية واللي اسمها Blood Vessels والدم واللي اسمه Blood دول التلات مكونات الرأسية للجهاز الدوري نبدأ بالقلب تعالى كده نتخيل أن القلب ده عبارة عن بيت مكوى من دورين الدوري اللي فوق فيه شائتين كل شقة فيهم اسمها أزين وأزين يعني أتريم والدوري اللي تحت فيه شائتين برضه وكل شقة اسمها بطين وبطين يعني Ventricle فيبقى عندنا الشائتين اللي فوق واحدة في الناحية اليمين وتبقى اسمها Right Atrium واحدة في الناحية الشمال وتبقى اسمها Left Atrium والشائتين اللي تحت الشقة اللي في اليمين اسمها Right Ventricle والشقة اللي في الشمال اسمها Left Ventricle وبين الشقة اللي فوق والشقة اللي تحت بيكون فيه صمام بيمنع رجوع الدم وصمام يعني فالف نعرف طيب الدم بيمشي ازاي داخل البيت ده اللي هو القلب يعني الدم لما بيتجمع من الجسم كله بيدخل للقلب وبيكون دم غير مؤكسج يعني مش بيحتوى على اكسوجين فبيبقى اسمه دي اكسوجينيتة بلد واول حاجة بيدخل فيها في القلب هو الاوزين الايمن رايت اتريم بعد كده بينزل الى البطين الايمن اللي هو الرايت فينتريكل فبيكون ما بينهم صمام بيمنع رجوع الدم تاني للازين الايمن وعلشان الصمام ده موجود ما بين الازين والبطين الايمن فبيبقى اسمه رايت اتريو فينتريكلار فالف الصمام الاوزيني البطيني الايمن والاسم الشائع ليه هو صمام سلاسي الشرفات تراي كاسبت فالف وتراي يعني سلاسي وكاسب يعني شرفة فبيبقى تراي كاسبت فالف صمام سلاسي الشرفات اللي هو بين الازين والبطين الايمن بعد كده الدم بينتقل من البطين الأيمن ويتجه إلى الرئتين بيمر للرئتين خلال الشريان الرقوي واللي اسمه balmonary artery واللي هنتكلم عنه كمان شوية في جزء اللوعية الدموية لما بينتقل الدم للشريان الرقوي بيكون فيه صمام بيفصل ما بين البطين الأيمن والشريان الرقوي والصمام ده اسمه balmonary valve وكلمة balmonary يعني رقوي فبيبقى الصمام الرقوي اسمه balmonary valve الدم بيرجع تاني من الرئة بعد ما يحصلوا عملية أكساجة أو تبادل غازات بين الأكسجين وسانيكسود الكربون فيرجع للقلب تاني دم مؤكسج اسمه أكسجينيتد بلد فيدخل القلب عن طريق الأوريد الرئوية إلى الأوزيني الأيصر ثم ينتقل إلى البطين الأيصر وبيكون موجود ما بينهم صمام أزيني بطيني أيصر اسمه وعلشان هو بيتكون من شرفتين اتنين بس فيبقى اسمه بايكاسبت فالف وباي يعني سنائي فيبقى بايكاسبت فالف صمام سنية الشرفات وده الاسم الشائع لي نلاحظ هنا سؤال مهم بيقول أن فيه صمامات في أماكن وما فيش في أماكن تانية لو لاحظنا هتلاقي أن الصمامات بتكون موجودة ما بين الأزين والبطين وبين الشرايين الخارجة من القلب لكن مش موجود صمامات عند دخول الدم للقلب من خلال الأوريدة وده لأن الأوريدة نفسها بتحتوي على صمامات جواها بتمنع رجوع الدم تاني وأي خلل في الصمامات دي بيسبب المرض اللي احنا عارفينه باسم الدوالي لكن الشرايين على العكس الأوريدة مش بتحتوي على صمامات والدم بيمر فيها بسبب ضغط الدم فيها نيجي بعد كده لوعية دموية اللي بتنقل الدم خلال الجسم لوعية دموية 3 أنواع شرايين اسمها أرتريز بتنقل الدم من القلب الخلايا وانسجة الجسم وأوريدة اسمها فينز بتنقل الدم من خلايا وانسجة الجسم وشعيرات دموية صغيرة اسمها كابيلاريز بتوصل ما بينهم الشرايين والأوريدة بيتم تسميتها على حسب المكان اللي هي فيه أو المكان اللي بتنقله أو بتنقل منه الدم زي مثلا الشرايين اللي بتنقل الدم للرأة اسمها بالموناري آرتريز والأوريدة الرأوية اسمها بالموناري فينز وأوريدة شرايين المخ اسمها سريبرال فينز وسريبرال آرتريز وأوريدة القلب اسمها كاردياك فينز والشرايين المغزية للقلب اسمها شرايين التاجية كوروناري آرتريز وشرايين وأوريدة الكبد اسمها هيباتيك آرتريز وهيباتيك فينز وهكذا او ريديت وشرايين الجسم بيعملوا دورتين في الجسم الدورة الاولى اسمها الدورة الجهازية ودي الدورة الكبيرة اسمها بالانجليزي systematic circle والدورة التانية والاصغر هي الدورة الرقوية واللي اسمها pulmonary circle الدورة الجهازية بتشمل مرور الدم من القلب لكل اجزاء الجسم حتى برضو الرئة لان القلب بيغز الرئة زيها زي اي عضو وفي الدورة الجهازية الدم بتجمع من نص الجسم العلوي في وريد رئيسي كبير اسمه الوريد الاجوف العلوي superior vina cava وبيتجمع من نص الجسم السفلي في وريد رئيسي اسمه الوريد الاجوف السفلي inferior vina cava ودول اللي بيوصلوا الدم الى الازين الايمن وبيخرج الدم من القلب لأكبر شوريان في الجسم هو الشوريان الابهر واللي اسمه اورتا واللي بينقسم لأجزاء علشان يغزي كل أجزاء الجسم فأول ما بيخرج من القلب بيصعد لاعلى ويبقى اسمه الاورتا الصاعد ascending اورتا بعد كده بيتعوج على شكل كوس ويبقى اسمه الكوس الاورتي اورتك ارش واللي بيخرج منه 3 افرع بيغزوا الدماغ والطرفين العلويين وبعد كده بيهبط الاسفل فيبقى اسمه الاورتا الهابط descending اورتا اللي بيبقى فيه جزء منه في منطقة الصدر ويبقى اسمه الاورتا الصدري سوراسيك اورتا والجزء اللي بيبقى في البطن ويبقى اسمه الاورتا البطني abdominal اورتا واللي بيتفرح في اسفل البطن اللي فرعين علشان يغزي الطرفين السفليين الدورة التانية هي الدورة الرقوية ودي بتشمل الاورتا والشرعين الرقوية علشان تنيل الدم من القلب للرقتين للتخلص من ثاني اكسيد الكربون وحمل الاكسجين مكان ثاني اكسيد الكربون ورجوع الدم تاني للقلب علشان يدخل الجسم فبيخرج من البطني الايمن في القلب الجزء الرقوي واللي اسمه pulmonary trunk وبينقسم لشرينين علشان يدخلوا الرقتين شريان رقوي ايمن اسمه right pulmonary artery وشرين رقوي ايصر اسمه lift pulmonary artery ودي الشرايين الوحيدة اللي في جسم الانسان كله بيبقى فيها دم غير مؤكسج وبقى الشرايين كلها بيبقى فيها دم مؤكسج بعد كده بيرجع الدم تاني من الرئة للقلب عن طريقه لو رد الرقوية واللي اسمها pulmonary veins ودي الاوريدة الوحيدة في الجسم كله اللي بيبقى فيها دم مؤكسج وبقى اوريدة الجسم فيها دم غير مؤكسج نيجي بعد كده للمكون الثالث والاخير وهو الدم الدم بتكون من البلازمة واللي بتشكل حوالي 55% من مكونات الدم وال45% البقائين بيتكونوا من عناصر مختلفة وعلى رأسهم هو خلايا الدم الحامرة واللي اسمها red blood cells واسمها برضو erycerocytis وخلايا الدم البيضة واللي اسمها white blood cells واسمها برضو leucocytis والمكون الاخير للدم هو الصفائح الدموية واسمها platelets وكده نبقى خلصنا الجزء الحفظ من كرس المصطلحات الطبية للمستوى الاول وفي فيديو تاني من كرس المصطلحات الطبية فيه معلومات اكتر عن الكارديوفاسكولار سيستم موجود في كرس المصطلحات الطبية العادي الجهاز القلبي الوعائي اللي هو كارديوفاسكولار سيستم بيتكون من ثلاث اجزاء القلب والقوعية الدموية والدم وبرضو الجهاز الكارديوفاسكولار سيستم بيطلق عليه اسم circulator system يعني الجهاز الدوري او الجهاز الدوراني فاحنا عندنا القلب بيتكون من اربع غرف اللي هما فيرد شيمبرز عندنا الريت اتريم والريت فينتريكل والليفت اتريم والليفت فينتريكل الدم لما بيرجع من جسم الانسان بيرجع في وردين رئيسيين هو الوريد الاجوى في العلوي superior fina kava والوريد الاجوى في السفلي inferior fina kava بيدخل للريت اتريم اول حاجة بعد كده بينتقل الدم من الريت اتريم الى الريت فينتريكل وبيكون موجود ما بينهم صمام اسمه الصمام سلاسي الشرفات tricuspid valve واللي بيطلق عليه اسم الريت اتريوفنتريكولار valve بعد كده الدم بيتجه من الريت فينتريكل الى البلمونري ارتري اللي هو الشريان الرئوي علشان يتجه الريتين ويحصل له عملية تبادل غزات ويرجع تاني للقلب عن طريق البلمونري فينز اللي هي الاوريدة الرئوية فيدخل للليفت اتريم لما يدخل للريفت اتريم ينتقل بعد كده للليفت فينتريكل وبيكون موجود ما بينهم صمام اسمه صمام سنوي الشرفات او الليفت اتريوفنتريكولار valve بعد كده الدم بينتقل من الليفت فينتريكل ويتجه الى الاورتة اللي هو الشريان الابهر وبيفصل ما بين الريت فينتريكل والاورتة سمام بيطلق علي اسم اوورتك valve نيجي بعد كده الاوعية الدموية والاوعية الدموية في جسم الانسان بتنقسم لثلاث انواع عندنا الارتري اللي هو الشريان والفين اللي هو الوريد والكابل الرز اللي هي الشعيرات الدموية اللي بيتوصل ما بينهم اووريدة وشارين الجسم بيعملوا مع بعض دورتين الدورة الصغرى اسمها pulmonary circulation او pulmonary circle اللي هي الدورة الرئوية والدورة القبرى اسمها systematic circulation او systematic circle ودي بتشمل مرور الدم من القلب لجميع خلايا الجسم عندنا البلموناري circulation بتشمل انتقال الدم للرئتين علشان يحصلوا عملية تبادل الغذات ورجوعه تاني الى القلب فاول حاجة لما بينتقل الدم من الريد ventricle بيدخل للبلموناري trunk اللي هو الجزء الرئوي وبعد كده بينتقل الى ليفت بالموناري artery وريد بالموناري artery علشان يدخل الرئتين فيحصلوا عملية تبادل الغذات ويرجع تاني للقلب من خلال الريد بالموناري veins والليفت بالموناري veins وأول ما يدخل القلب بيدخل الى ليفت اتريم وبعد كده نتقل الى ليفت فينتريكل والليفت فينتريكل بيدخ الدم للأورطة ومن هنا بتبدأ الدورة الجهازية اللي هي systematic circulation في الدورة الرئوية ده البلموناري trunk اللي بيخرج من الريد فينتريكل ودي البلموناري arteries اللي هو البلموناري trunk يبيتفرع لريد بالموناري artery وليفت بالموناري artery ودي البلموناري veins اللي بيرجع فيها الدم تاني للقلب إنما في الدورة الجهازية اللي هي systematic circulation بيبدأ الدم ينتقل من الليفت فينتريكل الى الأورطة والأورطة بتنقسم لعدة انكسامات علشان توزع الدم على الجسم كله فعندنا الأورطة أول ما يخرج من القلب بالتحديد من الليفت فينتريكل بيبقى اسمه الأورطة الصاعد لأنه بيبقى صاعد لاعلى فبيطلق عليه اسم ascending أورطة بعد كده بيعمل على شكل قوس فبيطلق عليه اسم أورتك أرش واللي بيخرج منه 3 تفرعات بتغذي الرأس والطرفين العلويين بعد كده بيهبط الاسفل فبيطلق عليه اسم الأورطة الهابط descending أورطة والdescending أورطة بيبقى فيه سراسك descending أورطة اللي هو الأورطة الهابط في منطقة الصدر والأبدومينال descending أورطة الأورطة الهابط في منطقة البطنة وبعد كده بيتفرع لفرعين علشان يغذي الطرفين السفليين الدم بعد كده بيرجع للقلب عن طريق الوريد الأجوف العلوي اللي هو سوبريور فيناكافا وبيرجع من أسفل الجسم عن طريق الانفريور فيناكافا اللي هو الوريد الأجوف السفلي فأول ما يدخل يدخل إلى right atrium وبكده بتنتهي الدورة الجهازية القبرى في جسم الإنسان نيجي بعد كده المكونة التالت من مكونات الجهاز الدوراني وهو الدم والدم بيتكون من 55% من البلازمة و 45% من عناصر تانية بتشمل red blood cells اللي هي قرات الدم الحمرة والwhite blood cells اللي هي قرات الدم البيضة والبيليتليتس اللي هي الصفائح الدموية اشتركوا في القناة